أهلاً فيكم بقلدي صالح بركات أنا صالح بركات ناشط في حقل الفن اللبناني والعربي الحديث والمعاصر بتوقع أنه بدنا نحكي شوية عن تاريخ القلغيب بعتقد شوية عن تاريخي وأنا بحب كمان أنه نحكي عن بيروت ومكانة بيروت فيما يخص السقافة والفن التشكيلي المعاصر متشوية الحقيقة لأنه أنا عادة متابع برامجه لريكاردو وبعتقد أنه في كتير شي نحكي عنه أتطلع قدماً صالح بركات ناشط في حقل الفن يمسح غبار الحياة اليومية كيف ترتاح حين تستسلم إلى عالم مليء بالرسوم والمنحوتات والقطع الفنية؟ حقيقة يعني بعتبر حالي كتير محظوظ لأنه أنا عايش بعالم إذا بدك الفنانين لما بيعبروا بيعبروا عن الأشياء اللي بحبوها بالحياة بس بشكل أساسي كمان المتلقي لما بيجيت حتى يكون عم بده يتطلع على الفن أو يشوفه بيكون دائماً جاي مع إرادة إيجابية هيك فنحن منعيش محاطين عادةً بهكي عالم لذيذ العالم جاي تحكي وتناقش وما بيجيبوا معهم سلبيتهم بيجيبوا معهم إيجابياتهم وهالإبداع اللي بيكون محيط فيك ما بيقدر إلا أنه ينعكس على روحك المعنوية هل تتخيل الحياة من دون منحوتات ولا ألوان ولا مجسمات تعبيرية ولا أعمال تجربية؟ طبعاً سؤال محرج لألي أكيد لا أنا ما بتخيل باعتقد أنه فيه كون العالم موجود بدونه بس فيه كون هل قد أحسن إذا كان محاط بكل هالفرح وكل هالتفائل وكل هالفن الذي إذا بدك عم بيحاول دائماً أن يتطلع إلى الأمام هل استعراض الفن الجميل في زمن يطغى فيه القبح خارج عن السياق العام؟ إذا بدنا نفوت بالتفصيل اليوم بطل الفن بالتحديد بيحكي بس عن الجميل جزء من الفن بيعبر عن الجميل إنما صار الفن بالمطلق هو وسيلة للتعبير عن التغيير بقلب المجتمعات بجزء منه في بعض الفردانين بيكون البحث الأساسي طبعاً بحث استاتيكي عم بيفتش عن الجميل في بعض آخر ما بيكون عم بلاقي هالتوازن حلو توازن عم بيقول أنه ما لازم ننسى الجميل وبنفس الوقت في عالم آخر نحن عايشين فيه الليلة نحن ندخل معك إلى عالمك إلى هذا العالم المطرف المليء بكل هذا الجمال أهلاً وسهلاً أنت مستعد؟ جاهزين تفضل الفن يماثل الحب في كونه غير قابل للتفسير أحب الفن فأعطاه وأعطاه وأخذ منه ما لا يعطى بغير الحب أصدقائي المشاهدين نتلقى تعليقاتكم وأراءكم عبر موقعينا الخاص ريكاردو كرام دوت كوم وعبر موقعي التويتر على العنوان ريكاردو أركارم وفيسبوك على صفحة كرام ريكاردو صالح بركات أصبح لجالوري أجيال شقيقة شقيقة أصغر سناً لكن أكبر مساحة مبروك افتتاح جالوري صالح بركات ماذا عن أجيال التي تبعد مسافة بضعة أمتار ثلاث دقائق تحديداً مشياً فقط عن جالوري صالح بركات حقيقة بعتقد أنه افتتاح الجالوري صالح بركات كان نتيجة تطور عضوي لمؤسسة سرلة 25 سنة عم تنمو وتزدهر ولما بلشنا بأيار 1991 اخترنا مساحة تنفتح فيها بعتقد كانت وما زلت أعتقد أنها مساحة كتير مناسبة لمدينة بيروت من حيث قدرتها على أنه توصل للرسالة اللي بدأ توصلها بس طبعاً بعد 25 سنة من التجربة والتراكم هذه المساحة كان مفلية لا تكبر من بالمساحة ولا بالارتفاع وكان لمدة طويلة لما نحتاج أنه نعمل معارض خارج هذه المؤسسة خارج أشياء كده نستعير مؤسسات تانية مثل البيروت أرت سنتر أو البيروت إكزابيشون سنتر تنعمل معارض استعادية أو معارض يعني إلى ثيم معين وبعتقد مع الوقت صار في حاجة أثبتت حالها أنه لازم أنه يكون عندنا نحنا ضمن مؤسستنا هالقاعة اللي بتصبح لنا أنه نصير نعمل هذه المعارض الاستعادية أو هذه المعارض الكبرى التي بيحتاج إلى الفن المعاصر لأنه صار بقلب الفن المعاصر في حاجة لأنك تعمل نوع منها الإبهار بالمساحة أعتقد أنه بعد 25 سنة استحقينها في مايو من العام 1990 افتتحت غالوري أجيال وفي مايو من العام 2016 افتتحت غالوري صالح بركات 26 عام بين الإنجازين افتتحت غالوري صالح بركات في موقع مسرح المدينة القديم الذي كان فيه قبله سينيما كليمونسو يعني هذا المكان له خصوصية فيها الكثير من النوسترجيا ماذا عنك أن تحدثنا عن نوسترجيا المكان؟ ما في شك أنه أنا لما كنت عم ببحث حقيقة عن مكان لا أتوسع فيه بالنسبة لأجيال ما كنت عم بفكر روح على محل هالأدى كبير خصوصا أنه ظرف المنطقة والظرف الاقتصادي ما كان يعني بيخليني فكر أنه لازم روح على الأدى لما لما عرفت أنه مسرح المدينة القديم واللي قبله كان سينيما كليمونسو معروض للبيع وأنه يمكن يتحول لجاراج حقيقة كتير تأثرت أنا لحقت سينيما كليمونسو وللجمهور الكريم سينيما كليمونسو هي أول سينيما فتحت بالشرق الأوسط بسموها سينيما R.A.S.A. يعني فن السينيما التجربية وفي هذه السينيما نعرض أول تاركوفسكي يمكن خارج الاتحاد السوفيتي في زمن ما كان في روح فيه على أوروبا نعرضوا أول أنتونيوني وأول فليني وأول بيرغمان وأول غافراس وأنا لحقت هايدي السينيما كنت روح لهنيك وأتفرج على هالأفلام اللي هي أفلام عادة ما منة تجارية وسكرت وتحولت مع نضال الأشعر إلى مسرح المدينة اللي أنا بعتقد كمان لعب دور كتير كبير بالنسبة للمدينة جيب أبرز المسرحيين العرب سعد الله ونوس فاضل جعايبي بس بنفس الوقت كمان استضاف أول المعارض طبع أشكال ألوان وأول المعارض طبع مهرجان أيلول يعني حتى فنيا هذا المكان كان له دور بالنسبة لأنا عايشته فإذا بدك تسميه أنه هيك لما عرفت أنه هذا المكان معروض للبيع اعتبرت أنه يمكن هايدي رسالة موجهة لأليه لازم نحافظ عليه كمنارة ثقافية بقلب الساحة البيروتية هناك خصوصية أخرى حرصت أنت عليها وهي أنه تطلق صالة العرض هذا وتفتتح هذه الصالة مع الفنان التشكيلي اللبناني العالمي نبيل نحاس نبيل نحاس هو يلي وقع بأعماله افتتاح صالة العرض الجديدة بجملة وحدة لماذا نبيل نحاس نبيل نحاس لأنه طبعا يعتبر من أبرز الفنانين اللبنانيين اليوم حتى عالمي هو بس أنه هو لبناني كمان لأنه كمان هو عم بيحتفل بخمسين سنة من تجربته أنا عم بيحتفل بخمسة وعشرين هو عم بيحتفل بخمسين ولأنه الحقيقة المشروع اللي كان عم بيشتغل عليه مؤخرا له علاقة بأرز لبنان وقدرت المعرض بيحكي عن الأرز بأبعادها المختلفة واعتبرت أنه في هذا الزمن الرديق نحنا اليوم نحن بأمثل حاجة للأمل ونعتقد أنه بلدنا الممثل بالأرز شامخ ومستمر ننتقل إلى جالوري صالح بركات ونجول مع الفنان نبيل نحاس بين لوحاته المزداني بجذوع شجر الأرز وبتفرعات المتشابكة وأخصانة المتمردة على الزمن على الأدر على العمر وعلى أحوال الطبيعة في فوضى جميلة لها معاني فلسفية وجمالية هائلة هي لوحات أبى أن يحددها باسم وسمى لكنه ترك حرة في فضاء واسع تقرير مترد من جميلة بواسع لا أعطاف للمنظمة من هذا المنظمة لأسبوع لن أرادة لذلك لنرأة لتقرير لذلك الناس يمكنك التقرير بالطبع أجل ما يرغب الأجراء. كما تحول الوصول على المصر، أعتقد أنني أشترك في مرة أخرى. أعلى إذن ، أحياناً إذا لم يرقبهم ومن أعرف أنهم أعرفوني أعتقد أنني أتكلم أنني تقوم بعمل بشرح المتحدة في واحدة تحديق. ولكنني أعتقد أن هذا هو الشيء. قد ببدأ لقد تحدد المحارات كيبتون لغترين لابنان في عام الأنفى، من عرشيك إلى مدينة وفي ذلك أخذت إلى مدينة مختلفة مختلفة تغيبونيوني تحدثت في تحديث في مدينة عامة أحببت دائماً في الحالة في حالة مختلفة كما ترونيوني في المعالم تحضير من مجردات وضعات والتعالي وعندما كانت أبداً في المشاركة بين المكروكوزم والمكروكوزم لبناني لديه مباشرة مباشرة لأنني أصدقائي كما أصدقائي باللانسcapes أنني أردت أنني أردت أن أصدقائي ولكنني أردت أن أردت تشكل الأشخاص بمداني تشكل الأشخاص بمحمود سعيد تشكل الأشخاص بمداني في تشكل الأشخاص بإمكانك كما يحبون بالغلب مجتمع الوصول على مجتمع الهاتف بلغة وكذلك يجب أن تكون هناك ومجتمع الوصول على الأمور ومجتمع الأمور المصدرين في عام هناك رمانيك رمانيك هناك فرصة لذلك لكن ما أحاول أن أجد نحن أن تحاول أن تحاول أن ندرس هذا الفيديو من التفايل في الأقل كنبا المصنع السليح، للجميع الوصول على المددين ومن أجل المعارج في المددين؟ نحن 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 جميع عبارة منذ عاما ونحن يجب أن يكون هناك مكان بشكل جيدة للمغارب أنا جدًا بأن أتفاق هذه المنظمة. المتفلت خلف الجذوع القوي المتماسك في أعمال نبيل لحاس شوف نبيل وهذا الكتاب اللي كمان واحدة من الأسباب أنه نحن قررنا أنه نفتتح بنبيل أنه بعد أربع سنين من العمل مع ريزولي تطلعوا هالمونوغراف هذا الكتاب المخصص عن تجربته بخمسين سنة واللي بتفرجي كيف تطور عمله بس اللي هو كانوا دائماً الناس يفكروا أنه منه مترابط لأنه بيعمل أوقات أشياء فراكتال أو أشياء جيومتريك يعني بمحل ما بيرسم أشجار لما هو كان دائماً عنده بحث واحد بالحياة هو عم يبحث عن هذا النظام الذي وراء ما يبدو فوضى فأنت لما بتشوف شجرة هذه الشجرة عادة ما بتكون مربعة أو عندها أنجلز تسعين درجة فيها نوع من الفوضى إنما هالفوضى اللي فيها نظام محدد وهو هيدا الشي اللي دائماً نبيل نحاس عم بيفتش عليه هيدا هالنظام اللي فينا نسمينه إحنا الحياة واللي هو بيتشعب بمختلف التجليات الممكنة واللي بعتقد اليوم العقل الإنساني ما أدران بعد أنه يوصله ما في يوصله إلا عن طريق الباشن يعني عن طريق هالمحلة ما بيدخل الإنسان سواء بالموسيقى أو بالشعر أو بالفن إلى داخل نفسه وبيعبر عن وحدته مع الوجود أعود إليك صالح بركات إلى بدايتك تحديداً أنا بعرف أنك أنت متكتم إلى حد ما حول شخصك لا تحب الكلام عن نفسك بقدر ما بتحب تحكي عن القيمة المضافة التي قد يعطيها أي كلام إلى عالم الفن التشكيلي لكن اسمح لي أن أعرف المشاهد عنك أنت درست في بيروت في الليسي ثم دخلت إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وأن أنت اختصاص في إدارة الأعمال لماذا إدارة الأعمال؟ هل فرضت عليك؟ لا أبداً حقيقة أعوذ بالله من كلمة أنا بس أنه كنت شاطر عندي يمكن شيء من العائلة نحن عائلة تاريخياً فيها كتير تجار وكان يبدو لألي شيء طبيعي لأني كنت شاطر بالتجارة يعني بأيام الدراسة وحتى بأيام الجامعة كنت دايماً شاطر أعمل مناسبات كانت تطلع مصاري بس مش لألي أنا دايماً شاطر تطلع مصاري لغيري بس أدرست إدارة أعمال لأنه ما تنسى بسنة الستة وثمانين ما كان عند كتير ما كان فيها الأوبشنز أنه واحد يدرس كنا بقلب الحرب خزايف عم تنزل البلد مقصمة ما في عند كتير خيارات كان لازم روح على الأيوبي لأنه هي أقل الجامعة اللي بالمنطقة عندي وكان في كتير أقسامة من الأيوبي كانت سكرت بسبب الظروف فبدل إلي إدارة الأعمال شغلة بتهيئ الإنسان للإدارة والدي إداري دونك بعرف قيمة الإدارة وقد بتقدر تأثر على حياة الإنسان بأي مهنة بده يختارها لاحقاً كان والد ضيفي محمد باركات رائد في شأن العام وشغل منصب مدير عام مؤسسات الرعاية الاجتماعية طوال 52 سنة وافتتح منتديات في ثمانينات القرن الماضي يوما كان كل شيء في بيروت يقفل أراد محمد باركات أن يبقى للفنانين والمثقفين في بيروت مساحة حرة صالح باركات يقال الإبن سر أبيه إلى أي درجة تشبه أنت محمد باركات ما في شك يعني بوجه له التحية الحقيقة يمكن أنا أكثر شخص أثر فيه بهذا المكان برغبته دائماً بالعطاء وبخدمة المجتمع وهذا الشيء يمكن برجعنا أنه إذا أنا متكتم عن نفسي ريكاردو لأنه ولا مرة ما كان بيهمني أنه أشتغل لألي أنا مثل والدي كتير من رحم هذا المجتمع وكان يعنيني بشكل أساسي أن أخدم هذا المجتمع بأحسن ما أستطيع وأنهض به بأحسن ما أستطيع لأنه إذا عملنا هيك بالحقيقة كل نايتنا منصير أحسن يعني مش نسيين حالي بدأ بس أنا من والدي وردت هالرغبة بخدمة الآخرين والمجتمع وبهالحالي أنا اخترت الفن هو اختار العمل الاجتماعي وأنا حبيت أنه اختار الثقافة والفن بالمطلق أنت أبن الحرب اللبنانية أنت ربيت وكبرت في ظل أصوات المدافع والقذائف كبرت بين رائحة الموت والقتل والفوضى الهجرة ألم تداعب أحلامك مية بالمية حقيقة يمكن وصولي إلى الفن له علاقة بهذا الموضوع لأنه كانت بعدما خلصت البي بي اي تابعيتي كان عندي تطلع أنه روح أعمل الامبي اي بوحدة من الجامعات الكبيرة مثل هارفرد أو انسياد بس بلغت الوالد وكانت شاطر بالجامعة كتير وكان فينا أنه حقق هالشي وإجاني قبول لما والدي إجا قال لي ليك أنت الصبي الوحيد طبع هذه العائلة عندي أختين بس أنه نحن ما ربيناك حتى تروح لمحل تاني هاي بلدك وهاي أرضك وبدك تبقى هون أنا كان لقلي ساعتها فكرت أنه شو بدي روح على هارفرد أدرس إدارة أعمال تأرجع لهون على شركة معظم الشركات اللبنانية هي شركات عائلية يعني ما لمحل ونحن ما عنا هالمؤسسة العائلية التجارية فهون فكرت أنه لقى بفضل إبقى وأعطي لحالة مهمة وكننا ما تنسى نحن بهلأ بالتسعة وثمينين يعني بنصدين حرب الإلغاء والتحرير وكان بهذه الأسناء معظم الجالوريات ببيروت بقلب مدينة بيروت سكرت ما كان فيه شغال إلا غالريق إبرافد أرتيست وغالريق ألوان اللي كانوا بالكاسليك دونك قررت أنا أنه بدي أعمل شي ببيروت ولما بلشت فيه كانت ظروف كتير صعبة يعني جبرتني شركة التأمين أنه فتش عمكين يعتبر ملجأ وجبرونا أنه نحط أبواب حديد مدرع لأنه كانت البلد بتفيق من سيارة مفخخة على صاروخ على أمبلة يعني فهيك بلشنا بس إذا بدك هيده المقاومة الثقافية تبعيتنا إذا بدنا نبقى ببلدنا ونخافز عليه نبعتقد أنه بدنا ندافع عن مساحة الحرية اللي نحنا من آمن فيها أنا ما بحمل السلاح ولا بأمن بالحرب ولا بالقوة أنا بؤمن بالفن والإبداع والثقافة والقلم إذن في العام 1989 بدأت تفكر في إنشاء صالة العرض هذه ومنعش الحرب اللبنانية بيعرف أنه الفكرة لم تكن في حينها من وجهة نظر الكتار ملائمة فبيروت كانت مقفلة الهجرة كانت حلم براود مخيلة معظم الشباب وحتى الأقل شباب ولم تكن الفنون أولوية صالح بركات كان رأيه مختلف وكان له ما أراد هل كنت وقته تفهم بقيمة اللوحات وبأبعادها؟ لا بأعترف لك أنه أنا لما بشرت الحقيقة كان المشروع هيك أكتر تجريدي أنه أنا بدي أخدم وفي حاجة لخدمة الفن وكان إذا بدك كمان بيلعب دور أنه أنا جاي من عائلة قومية عربي يعني والدي قومي عربي وكان دائما بالنسبة له العالم العربي هو البلد طبعه الطبيعي وبيروت من الستينات للحرب بالخمسة وسبعين كانت دائما هي المنصة كانت المنصة الأساسية طبع كل الفن بالعالم العربي ظروف البلاد العربية الأخرى اللي كانت اشتراكية للأنظمة ما كانت كتير بتسمح لهم أنه يشتغلوا بالفن لأنه كان يعتبر مضاد للأفكار الاشتراكية في ذلك الوقت سو كانوا الفنانين العرب معظمون يجوا على بيروت ويعتبروا أنه هذه المدينة هي المنصة الأساسية طبعيتهم والسيحة طبعيتهم فأنا بوقت ما بهال 15 سنة حرب ما حلت ولا أي مدينة محل مدينة بيروت يعني ظل في فراغ وبالتالي فكرت كإداري جيد أنه أنا هلأ إذا بفتح جالوري هالمنصة بعضها فاضية ما في كتير كومبيتشون ولا منافسة حوالي في عندي فرصة أعمل مشروع سقافي أنا بأمن فيه وعندي الوقت بركت حتى أتعلم وأقدر عملها شي فأنا فتت أتعلم ما كان عندي يعني ما كان عندي هالرؤية في ذلك الوقت إنما تطورت بهال 25 سنة اليوم بقدر أقول أنه عندي رؤية كتير واضحة صالة العرض هذه أبصرة النور في العام 91 نعم أطلقت عليها اسم أجيال لماذا أجيال؟ لأنه من البداية كان عندي تطلع أنه أنا بدي أشتغل على الماضي لأنه أنا بأمن بأنه نحن مجتمع عريق في عنا تاريخ عظيم عنا فنانين عظيمين يجوز ظروف البلد وعدم وجود متاحف ومؤسسات ودور نشر متخصصة ما سمحت لهم أنه يبرزوا متل ما لازم بس مش تحتى مني ماضوي لازم ندافع عن الماضي من أجل الحاضر والمستقبل لذلك أنا كنت دايما نشوف أنه هي عملية أجيال أجيال كل واحد بيحمل للتاني إضافة في نمو وتطور واستنهاض هذا المجتمع جيل اليوم وجيل الذي مضى وجيل غدا يعني نشعر إلى أنه وبصراحة أنك طباوي في هذا الموضوع لأنه سواء في السياسي أو في الاقتصاد أو في عالم المال هناك دائما حرب إلغاء بين قوسين هناك دائما من يريد إلغاء الآخر هناك من لا يؤمن بالامتداد هناك من لا يؤمن بتفرع الأجيال وبانطلاق الأجيال من مكان ومن زمان إلى اليوم وربما إلى غدا هل هذه الصفة صفة الطباوية بتشوف أن تجي على الأياسها كنت لبسهاك؟ لا أحب الطباوية يعني فيها كتير إدعاء بس الحقيقة إذا بدك بحكم الأمور يعني طبعا أنه الفنين لما بيكون عم يعمل شغل جديد بما لا شك فيه هو بده يعتبر أنه أنا جبت شي جديد أنا أحسن من غيري إلى آخيري لما أنا مشروعي كان دائما هو مشروع استنهاض وطني وبالتالي أنا بشوف أنه فيه دائما علاقة بين هالهوية اللي أنا بدي دافع عنها يعني إذا بتلاحظ أنا ولا مرة وأن عندي احترام كامل لكل فنون العالم بس أنا ما بيعنيني دافع عن الفن بالأرجنطين أو باليابان أنا أخذت قرار من أول نهار أنه أنا بدي دافع عن فن لبنان وهذه المنطقة وبالتالي فيه هوية بدي دافع عنها وفيه وجهة نظر بدي دافع عنها ما لنا أحسن من غيرها ولا أقل من غيرها إنما فيه حاجة حتى أنه نحن نستعرضها وندافع عنها بالرؤية اللي أنا عندي إياها لكيف بشوف هويتي ووطني ومجتمعي أمن دائما ببيروت أمنت أن بيروت تستحق أن يكون لها فن وصلت عرض مثل نيويورك أو باريس أو لندن أو روما لكن بنفس الوقت هناك عواصم كتيرة ومدن كبيرة سبقت بيروت في المنطقة عم بحكي طبعا كما دبي أو الدوحة أو أبوضبي في حين أنه بيروت للأسف استمرت جامدة ويلي بيكون جامد بيبقى مكانه ما بيراوح هذا المكان شو رأيك؟ بدي أقول لك أنه ما كتير بوافق معك في هذا الخصوص طبعا بما لا يقبل الشك أنه بمدن الخليج صار فيه شغل هائل ومدعاة احترام كبير وحقيقة حتى بمكان ما كان هو سبب لأنه يعمل ردة فعل عندنا إنما بيروت عندها شغلة أنا بعتقد أساسية ومهمة هي أنه بتجمع قدرتها على أن تستنهد بهذا المكان يعني عم نحكي بالفن والسقافة بقدراتها الزيتية لك نحن عنا جامعات ما بعرف إذا عنا الوقت نحكي بس أنه سواء كانت الجامعة الأمريكية أو جامعة القديس يوسف أو جامعة الألبا أو جامعة الأيو اليوم عملوا عملية نفض لكليات الفن طبعيتهم حقيقة خرافية عنا جيل جديد من الناس مثل وليد صادق بالأيوبي أو مثل جلال توفيق بالألبا في نفض في إيرادة لأنه يهتموا بشكل خاص بالسقافة والفن المحلي وأعطاءوا هذا يعني هالقيمة المضافة اللي بيسحقها فأنا بعتقد أنه عنا أجيال من الشباب عم تنشأ بدك تشوف نتيجة من هلأ إلى خمس سنين بس بنفس الوقت في نشوء لمؤسسات ما بدنا ننسيها يعني ما بدنا ننسى أنه رجع فتح متحف سرسو بحلة جديدة وعظيمة قريبا بدنا نشوف بيت بيروت مؤسسة ثقافية عظيمة عم تفتح ناطرة رئيس جمهورية بس عنا المكتب الوطني اللي هي مساحة خرافية بتجنن كمان ناطرة أنه يجي رئيس جمهورية تفتح أبويبا في مؤسسة آيشتي اللي فتحت بيبا ففي عندك اليوم شي بي بيروت يعني متاحفة أنا عم بحكي بس على الحق للفن التشكيلي شو بدنا نحكي عن متحف ميم اللي أنا بعتبره جوهرة من الجواهر طبع كل المنطقة إذا مشهرنا العالم مطحف الصبون بسيدة طبعا المطحف الوطني ببيروت رانزو بيانو مع المطحف اللي عم بيتعمر بوسط المدينة يعني أنا بشوف أنه من هلأ للألفين وعشرين مشروع المطحف طبع جامعة القديس يوسف اللي عم بتقوم في مؤسسة أبيل لاثنين جالوريز اللي أردي مفتحين بالجامعة الأمريكية اللي بحب كمان أقول للمشاهدين اليوم في معرض بالجامعة الأمريكية عن العري في الفن العربي ودور الفنين في الاستنهاد وبيحكي عن كيف الفنين العربي أو أوائل رواد الفنينين العرب استعملوا الموضوع العري من أجل إدخال فكرة الحديثة بالمجتمعات العربية أصدقائي المشاهدين لا رياح مؤاتية لسفينة من غير وجهة هو يحدد الوجهة ومدى يرصد الفن التشكيلي الأصيل فاصل ونواصل بعد هذا الفاصل نعود لمتابعة هذا الحوار المختلف والشيق والراقي والغني مع ضيفي صالح بركات عمد منذ انطلق في رحاب الحياة إلى وضع خطط خمسية والمضي قدما وأول ثلاث خطط خمسية وضعها كانت أن يتعلم أصول المهنة أن يطور مهنته محليا وأن ينطلق في رحاب العالم ونفذ ما صمم عليه صالح بركات هل كل هذا كان سهل المنال؟ هل نفست ووصلت إلى نتيجة ما خططت له بسهولة؟ مع العكس كان في الكثير من التحديات كلا أقول الحواجز لا قطعا قطعا ما سهل المنال أبدا بس إذا بدك بالعكس كان في كتير تحديات لأنه نحن بالعالم اللي بنشتغل فيه بدك تعمل حربين مش حرب وحدة يعني بدك تقنع أول شي مجتمعك المحلي بأنه اللي عم تعمله زو قيمة وبداك ترجع تقنع الباقي العالم أنه اللي أنت عم تعمله أو الفنانين تبعولك عندون قيمة يعني نحن بنعمل حربين بمحلين لا بيقامنوا فينا هون ولا بيقامنوا فينا برا إنما نحن مقامنين بحالنا وبالتالي تصبح العملية إذا بدك سهلة لأنه في هالرغبة بهالإيمان المطلق بأنه اللي عم نقوم فيه وأنا مني لحالي أنا لما عم بحكي هلأ عم بحكي على كل الناس اللي بيشبهوني واللي بيدافعوا عن هذه الهوية الثقافية اللي نحن منقمن فيها نحن مقامنين بمشروعنا ولما بتقامن فيه في لزة في لزة إنك إنك تعمل كل هالحواجز وتقطعها وتحقق شوي شوي بس إذا أنت حاطت لحالك منارة بعتقد أنه الذي يسعى دايما بيوصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرم الصالح بركات يعني ذكرت أبو شوي وهالشي لاحظنا بسيئة حديثنا أنه قال أنا تخرج دائما من حديثك دائما تتكلم بلغة الجمع نحن لكن في مجالكم هناك الكثير من الأنانية هل فيما تقول ذكاء دهاء أم طبع أم طبع لا حقيقة طبع لأنه بخمسة وعشرين سنة ما فيك تضلك عم بتخبي أو شي مني ضد أنا ما بحياتي اعتبرت أنه يعني هيدا أحسن من هيدا أو هيدا أحسن من هيدا أنا يمكن ظروف نشأتي سمحت لي أنه أطلع من مكان ما كان عندي هذا الجوع إلا لخدمة المجتمع طبعي فما كان كثير بيعنيني دايما يعني طبعا بيهمني نجاحي وطبعا بيهمني إنجح مؤسستي وطبعا بيهمني إنه حقق إمكانيات لأنه أنت لما بتقدر تحقق مصاري أكتر بتقدر تحقق إنجازات أكتر إنما كان دايما إذا بدك الرؤية تبعيتي هو المجتمع لبنان أنا نشأت بهذا البلد بأسوأ ظروفه أنا خلقت بسنة 67 يعني إذا بدك من وقته وجاي ما في إلا هزايم متراكمة وحدة وراءة تانية وتبرر وجودي هون بدي أطلع إنه نحنا بنستطيع إنه نحلم بمستقبل أحسن وما بتقدر تعمل هذا المستقبل لحالك إلا إذا فلت تفل تروح عمجتمعات تانية إذا بدك تنهض بهذا المجتمع بدنا كلنا نسعى مع بعض إيد بإيد لا استنهاضه وبعدين كل واحد بيستفيد لما يعني المجتمع كله بينهض فكرة هذا على كل إيماني على شيرة الإيمان الدين والفن متلازمان منذ فجر التاريخ منذ باتت الرسومات الأولى والنقش على الحجارة واليوم عم تكتر التحديات والأصليات باسم الدين ترى هل ينجح الفن في التصدي حيث فشل الآخرون؟ مية بالمية أنا بعتقد أنه هو واحد من أهم الأسلحة اللي فيك تواجه فيهن هيدا العتمي هيدا العتمي وحقيقة الفن متل الكرة الثلج أهميته إنه بيبلش صغير وبيكبر اليوم يعني إذا بدك إذكر إنه إذا بدك تعمل تغيير عن طريق الدين فيه صعوبات جمي يعني من وين بدك تقدر هلأ تقنع الناس إنه يعيدوا تفسير أشياء أو نصوص عليها كتير إشكاليات وإذا فيك تغير كمان بالسياسة يعني لما إجا بورقيبة أو كمال أتاتيرك أو عبد الناصر قال للمرأة لازم تتعلم تتعلم بس نادرا ما رجالات السياسة بيأخذوا هالمبادرة للتغيير سوين بيبقى لنا؟ بيبقى لنا الفنان في عتمة المحترف أو في عزلة المحترف طبعا بيطلع بفكرة وشوي شوي هالفكرة بالطال عشرة العشرة بيصيروا مية مية بيصيروا يعني والأمثلة عن ذلك كثيرة وأنا اليوم إذا بدنا نحكي عن التجربة المحلية بقدر إلك إنه اليوم بالمملكة العربية السعودية في مجموعة شباب من الفنانين اللي عم بيعملوا كثير تغيير لأنه شوي شوي بالأول بيكون الشي ممنوع بعدين بيمروا من وراء لوراء بعدين شوي شوي بيأخذ محله وبيجيب لأله الكثير من المريدين صالح بركات الفن استثمار ما هي أسس الاستثمار الناجح لو في عرض اللوحة أم في اقتناء اللوحة لك أنا بروح أبعب من هيك بكتير أنا بعتقد أنه هو بالأساس بالتعليم بتاك تعلم الناس من هني وصغار هني وتلاميذ أنه يقدروا الفن يطلعوا إلى مهية وجمالية الفن بعدين أكيد أكيد الفن بحاجة لدعم وأكيد أنه أنت إذا بتعرض لوحة عظيمة بمكان غير مناسب ما بتلاقي الاهتمام اللي لازم أنه تلاقيه وبالتالي مجموعة عوامل بيلعبوا مع بعض لما بتعرض الأشياء كما يجب وبتحكي عنهم بالطريقة المناسبة لأنه في خطاب كمان بيكون متلازم يعني أنت رسمت لوحة ومقدرت تعملها توقعها بالمكان المهم طبعها في تاريخ الفن أو في تاريخ هذا المجتمع ما بتعطيها الأهمية المضافة بدك كل هيدولي بيلعبوا مشانيك أنا برأيي المتحف مهم والمقتني اللي بيدعم الفنين مهم والجالوري اللي بتشتغل من أجل أنه تروج للفنين مهم الصحافة الساسية أنت اليوم عم بتعطي بلاتفورم عظيمة كتير لشخص يحكي خارج الأطر المتداولة طبع اهتمامات المجتمعات العربية اللي هي أنه عم نحكي اليوم عن أهمية السقافة هيدا دور كتير مهم صحافة متخصصة دور نشر متخصصة يعني أسادزة تاريخ الفن انت كيف بدك تبني مجتمع إذا بدك تقولهم لكل العالم لازم يكونوا كلهم أطباء ومهندسين خير ما في حدا بده يحكي عن تاريخ الفن ما في حدا بده يحكي عن جغرافيا يعني بناء الاستنهاد المجتمع بيصير عن طريق أنا مثلا هلأ كتير مهتم أنه يصير في عنا بلبنين مرممين للأعمال الفنية كل مرة بدك ترمم عمل بدك تبعثه على غير ليش نحنا ما بدنا نعمل كيف بدنا نرمم مجموعاتنا الوطنية صالح بركات انت درست دارة الأعمال مثل ما ذكنا بالبداية قبل أن تقطحم مدمار هذا المجال وانت بنفس الوقت تفنان ترى لمن الغلبي هل للعقل العملي الإداري التجاري عند الفنان في عندي مداخلي عملت مرة بمؤتمر كانو عملته الكاس دي دي بو وحكيت في عن علاقة الفنان برجل الأعمال وعن كيف تليناتهم بيقدروا يلقحوا بعض من أجل أنه يفيدوا بعض لأنه الفنان حقيقة بعزلة المحترف طبعه حالم بده يغير العالم بس هو ما بيعرف كيف بتصير الأمور ورجل الأعمال أو الشخص اللي جاي من عالم الأعمال والصناعة هو بحقيقة الأمر منطقه ديما أنه في طلب على شي بروح بيعمله عرض يعني ريكاردو بده شي بروح بصنع له ما بيقدر يفكر يعني بعلاقته مع الفنان بيتعرف على أهمية الإبداع أنه أوقات أنت فيك تخلق شي ما بده يغيري كاردو بس أنت بتعرف إذا عرفت كيف تطاله بتقدر أنك تنجح في إدخال الإبداع الفكرة الإبداعية بالعمل البزنس يعني أنا بالنسبة لأيلي كثير ضروري وعلى كلين ما في حدا بينجح لحاله وبرجع بقولك بدنا كلنا نحط إيدنا بإيد بعض بهذه الطريقة كلنا مننجح الحياة من دون فن فاشلة وفيها الكثير من الرتابة والفن في الحياة يكون أو لا يكون في التعامل في الأخلاق في الكلام في النحت والنثر والشعر والرسم والرقص والغناء وبين فنون الأرض اختار هو الفن التشكيلي مهنة ونهج وبنى هيكلا راسخا باسم كل الأجيال وباسم طفلي محمد ماثيو وجود فاصل ونعود اشتركوا في القناة من الحوارات الجميلة حيث الكثير من الشغف والحب حيث أستمع وأنصط أكثر مما أتكلم ضيفي هو صالح بركات متابع هذا الحديث معه أصدقائي المشاهدين نحن في انتظار أراءكم عبر موقعينا الخاص ريكاردو كرام دوت كوم وعبر موقعي التويتر على العنوان ريكاردو الكرام وفيسبوك على صفحة كرام ريكاردو محمد ماثيو 8 سنوات وجود 6 سنوات هل بتشوف نفسك متجدد دائما عبر عيونه يعني بدي أعترف أنه أنا تزوجت متأخر يعني تزوجت كان عمري 39 سنة وكنت غارق بعالم الفن والفنانين وأنه بدنا نغير العالم يعني ما كنت تفكر أنه معقولة الولاد يعني يجيبوا أي قيمة مضافة وأنه يمكن بس حقيقة من يوم اللي ما صار عنده أولاد تغيرت نظرته للعالم يعني السعادة اللي جبولي إياها فائقة وصارت بدي أفكر بالعالم أي بعيونهم يعني لازم أفكر شو بدي أعمل من شين أنه أمن لهم مستقبل زاهر وأمل بشكل أساسي بحب هوني طبعا أذكر نصفك الآخر زوجتك هلا متى هلا يعني من الناس اللي قرروا أنهم يحتشبوا خلف أزواجهم لكن نحن يعني في حلقة ضيقة بتعرف إلى أي درجة هلا وجودة أساسي وديرت تلعب دور أساسي هي عم تشوفك الليلة عم بتتابعك بتحب تقولها شي يعني مشان هيك الإنجليز بيقوله better half هي النصف حقيقة وراء كل رجل عظيم امرأة وراء كل امرأة عظيمة رجل أنا باتت نرجع على نفس المحل لأنه أنا بعتقد أنه لازم لازم الأشياء تتكامل ما بتصير الأمور إلا عن طريق تكامل هلا عمود أساسي بحياتي مثل كل عائلتي الحقيقة اللي بوجه لهم التحية لأنه دايما هنه بيكونوا الركيزة اللي بيخد منها استقراري ابنك محمد مافيو بيملك اسم مركب محمد على اسم الوالد محمد بركات ومافيو يمكن حتى يواجه غدر الزمان ترى هل الأسماء اللي بترمز اليوم إلى طواقفنا أصبحت عبئ وفقل علينا بشوف أنا بشوفها بطريقة تانية الحقيقة أنا كان كل حياتي أنا بحب كتير والدي يعني عندي محبة خاصة لإله وكان بالنسبة لإلي شرط أساسي أنه أنا بدي سبق ابني محمد على اسمه لأنه أنا اسمي محمد محمد صالح صالح محمد يعني في عائلة لها تاريخ بهذا الخصوص وأنا عندي اللي عطاني إيه والدي مبشي كيف بدر تدله إيه بردله إيه عن طريقة يعني أنه يبقى اسمه وأنه لما حدا بيشوفه مثل اليوم لأبني بيقوله أنت إيه أنت حفيده لأمحمد بركات كذا الله يطول بعمره فأنا كان عندي هذا شرط أساسي لما بنفس الوقت مع ظروف اللي النشأت حولينا بما لا يقبل جدل صار فيه لابلينج إيه علاقة ببعض الأسمان أنا ما بإمن فيه يعني أنا بالنسبة لقلي أنه جورج بوش واحد يجي رئيس يقرر أنه اسم بيصير موضع شبهة يعني بالشوم هيدا فعلا فعلا الزمن الردي إنما بنفس الوقت أنا إنسان مثل ما قلتلك مني أنيني بنظرتي للعالم فأنا قررت أنه أعطي ابني اللي بيسمح له الجنسيته الفرنسي كمان غير اللبنانية إنه يكون عنده اسم مركب أنا فكرت بعطي اسم مركب من هلأ تيصير عمره 18 بس يصير عمره 18 سنة يا هو بده يجي يقول أنا فخور بيبي وبجد وأنا بدي أحمل اسم محمد لأنه أنا بحبه أو محمد ما تيقول يعني أو بيقرر إنه يصير فرنساوي وهيدا بيكون خياره أنا ما بدي أبلسه بي ظروف حياته وهو بيقرر أنا بحعطي كل المقومات لكي يختار مثل ما أنا اخترت على سيرة كلمة طبلسو هل بتتمنى على أولادك إنه ينخرطوا في ميدان الفن التشكيلي في المستقبل فن التشكيلي ما بعرف بس أنا بتمنى إنه هني يكونوا بحبوا أرضهم ووطنهم مثل ما أنا حبيتها ويقرروا إنه يبقوا فيها ويبقوا فيها ويستمروا مثل ما أنا استمرت بس بنفس الوقت بعتبر إنه كمان أولادكم ليسوا لكم إنهم أطفال الحياة أنا كمان فيهم يقرروا إنه يروحوا يفتحوا حياة جديدة الله يوفقهم بهذه الحال أنا عطيت كل شي هيئت الظروف وبعدين الخيار بيكون ألون بعد فعند بضعة أسئلة سريعة بحب إنك جيومي علي أيضا بسرعة كم لو حتقتني أوه سؤال محرج حقيقة ما بقدر جيوبك برقم محدد لأنه أنا صلي أكثر بسرعة إذا شي مجيئ أكثر من 25 سنة عم بقتني ففي تراكم كبير منفوط بالعد بقتدي اللي بحبه هل بتذكر أول لوحة قطنيتها أو اشتريتها؟ يعني من أول اللوحات الصغيرة بقتنيت لوحة كنت دايما نقيل إنه بدي إهديها لمرتي بس أتجوزها وهكذا كان وهكذا كان هل صحيح أنه أنت إنسان مبيئس وإذا أردت الحصول على قطعة فنية معينة تستمر مبيئس حتى الوصول لأه مثابر مثابر في لوحة كانت كتير بتعنيني عن زيارة الأمبراطور هاليون التاني أمبراطور بروسيا لمدينة بيروت وأنا كتير بيروطي في مكان ما ضليت تمني سنين عم بسعى النوقتين تمني سنين بكل مناسبة بروح أنت صحبة براهيم سرباي براهيم سرباي كل مناسبة بروح وبيقول له بدي أشتري هاللوحة إلى أنوافقة أن يبيع هذه القطع اللي بعدها عندي واللي أنا كتير متعلق فيها هل تدخل شخصيا في مزادات علنية أكيد أكيد هي جزء من عالمنا مختنوة اللوحات هم من شريحة الأغنياء في الإجمال أما الفقراء فيزرون صلاة العرض هذا إذا زروها طبعا يتفرجون ثم يغادرون هل هذا لمصلحة الفنان شوف ريكاردو أنا بالغالوري عندي بعمل معارض بتبلش ببعض الأحيان من مئة دولار أكيد ما بقدر إليك أنه هي بمتناول المعدمين إنما دائما سعيت وكان دائما هذه إرادة عندي أنه يبقى الفن قريب من الناس وجزء من خياري لصالح لغالوري صالح بركات هو أنه دائما كنت بدي أنه الجالوري تكون على الطريق عندها أكسس على الطريق يكون بابها مفتوح وتكون قريبة من المواصلات العامة لأنه بالنسبة لقلي بدي خمس مقتنين أو عشر مقتنين يشتروا أعمال بس بتمنى أنه يشوف المعرض ألف وآلف زلمة هل يفترض أن يكون هناك فنان شعبي وآخر نخبوي؟ ليش لا ليش لا في ناس الخطاب طبعا كتير قريبة من الناس وفي ناس بيبقى في عندك فنان بيكون الخطاب طبعا له علاقة بالاستاتيك العالية يعني أكيد بالتالي منه قريب من الناس بيطلب بعض الفنانين فهمهم أنك تكون أنت كمان مثقف كتير فما في مانع بالتنين الحياة صالح بركات نحن وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وهذا الحديث بدي أطلب منك اتوقعوا على طريقتك أنت أمام لوحة وفي نهاية العمل على هذه اللوحة هناك طبعا بالأخير توقيع توقيعك أنت كيف توقع اللقاء أنا من الناس اللي إذا بدون يوقعوا بيوقعوا على أفا اللوحة ما بحب وقعوا من قدام بلس إذا بدك أنا من هذه المدرسة المتصوفة اللي بتعتقد أنه أنا بعمل مهمتي على أحسن إتقان بقدر أعمله ومن ثم بنسحب وبذكر يفترض أعزائي المشاهدين أن يكون لمن يطعاط شؤون الفن أكثر من أذنين يفترض أن يكون له قلب وصالح بركات له ما يفترض إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر